هذه الجبهات هي طوعية يعني لم تكن هناك عليها الزاما أو لم تكن في مواجهة مباشرة لكن هي دخلت مساعد غزة وطالما العدوان مستمر على غزة فستستمر طبعا بقرار من صحاب القيادة الحوتي ومن قيادة حزب الله فبالتالي أعتقد أن فكرة إيقافها بعيدة حاليا لأنه لا توجد مؤشرات على هذا الأمر من الناحية العمليات العسكرية في اليمن قدرة الحوتي على التحكم في المنطقة تساعد بشكل كبير على أن يكون له فارق نسبي في هذا الأمر في إدارة العمليات مع الجانب الأمريكي والغربي وهذا طبعا سيدفع الإدارة الأمريكية الجديدة للبحث عن تهدئة هو يتحدث ترامب أنه يريد وقف الحروب فإذا كان يريد وقف الحروب فمن باب أولى هو إغلاق هذا الملف هذا الملف لا يغلق إلا بإغلاق ملف غزة وتالي هذه ورقة ضغطة مستمرة تفيد في عمليات تحويل الضغط الإضافي يعني وجود المقاومة في غزة ما زالت مستمرة وجود ضغط من اليمن هذا عمل مهم جدا من الجفة الشرقية كل يوم أصبح هناك في عدد من المسيرات تصل إلى المنطقة الشرقية في حزب الله هناك التصاعد واضح جدا دخلنا مرحلة لم يكن الاحتلال يتصورها بعد ضربة البيجر بعد اغتيال قيادة حزب الله كان يتصور الاحتلال أن حزب الله على المستوى القيادي ومستوى المادي والمستوى الإداري قد وجدت له ضربة كبيرة وبالتالي لن يكون قادرا على استمرار في المعركة وبالتالي سيجبر على قبول بالشروط شاهدنا في الأسبوع الحالي تراجع كبير في الشروط الإسرائيلية والأمريكية الشروط الإسرائيلية كانت قبل الأسبوع تتحدث عن اشتراطات انسحاب حزب الله خلف الليطاني حق إسرائيل في التدخل مباشر هذه الشروط بدأت إسرائيل تتواضع في هذا الأمر بشكل كبير وكان حديث عن التنفيذ قبل ذلك حتى كان هناك حديث عن تنفيذ إلزام لبنان وإلزام حزب الله في تنفيذ قرار واحد خمسة خمسة تسعة القاضي بنزع سلاح حزب الله يبدأ أنهم تركوا هذا الأمر وقالوا نستكفي في شمال الليطاني وثم الآن الحديث يحقهم تدخل يقبلوا أن يكون هناك تدخل من أطراف حقها في الدفاع عن نفسها إذن هناك تغير في ميزان القوى صحيح أن الجانب الإسرائيلي يقوم بعملية تدمير ممنهج في حاضنة حزب الله لكن حزب الله نجح في توجيه ضربات قوية جدا عطلت أصبحت تشبه تقريبا تعطيل الحياة لحوالي 2 مليون إسرائيلي في شمال فلسطين الآن حيفا يوميا 3 إلى 4 مرات جهة القصف مناطق أخرى في القرى يأتيها قصف يعطل الحياة فيها هناك بدأت استراتيجيات يعني غير واضحة لحزب الله لكن بمحصة لحزب الله لا يمكن الاحتلال أن يسير نظام العمليات بحيث يحسم المعركة من حزب الله وبالتالي صار هناك اضطرال بحث عن مخرج لهذه العمليات من أجل تجنب التوسيع المعركة في خاصة في منطقة العملية البرية وأنهم الآن بلوحوا بالسعب العملية البرية لكنهم الآن يعني في حديث أن الأمر ليس سهلا وبالتالي هناك تراجع في الخطاب الإسرائيلي اشتركوا في القرى